قبل عقدين ونصف بدأت الفكرة وقبل أن تكون الزراعة مجرد فكرة في ذاكرة الشاب القادم من جبال عمران كان عبد الرحمن يدرك أن شغف الفلاح وحده القادر على تطويع الصحراء لتصبح على هذه الهيئة حيث تمتاز الجوف بأراضيها الزراعية الخصبة التي أكسبتها خصوصية فريدة في إنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل على مدار العام بالنسبة للزراعة بدأنا في الجوف من 94 هذه مزرعتنا كما تلاحظها مزرعة شمام في الطرق الاستخداء زرعناها بطرق الحديثة طبعا هذا الشمام ينتج فيه غير الموسم المعتاد عندنا طبعا عندنا محاصيل أخرى كالبيبار والطماط والبسباس وكذلك معنا فراولة بايتم غرسها في هذه الأيام القريبة يعمل هؤلاء المزارعون منذ فترة طويلة على رعاية هذه المساحات الزراعية الواقعة بمنطقة الساعد إحدى أهم المناطق الزراعية بالجوف إذ تشتهر بزراعة الخضروات والفواكه من بينها فاكهة الشمام وأنواع أخرى من المحاصيل وقبل أن يصبح النفط هو الثروة والقوة ومصدر الحاكمية مؤخرا كانت الزراعة ثروة الإنسان الأول وإحدى أهم عوامل الاستقرار في اليمن عموما والجوف على وجه التحديد وبدلا من أن يكون القطاع الزراعي رافدا مهما للاقتصاد الوطني غاب دور الحكومة والمنظمات الداعمة لهذا القطاع طيلة السنوات الماضية وحتى الآن إذ ترجع السلطة المحلية ذلك لعدم وجود الإمكانيات وانشغالها بقطاعات أخرى في الوقت الذي ما تزال المحافظة تواجه شبح الحرب مع الأحداث الموجودة في المحافظة دورنا محدود جدا لا نستطيع أن نقدم للمزارع الشيء الكثير وبالذات هذه الأيام لكن ندعو القطاع الخاص وندعو المستثمرين وندعو المنظمات بالاهتمام بهذا القطاع لأنه هو القطاع الذي سينمي المحافظة كثيرة هي التجارب النجاحة في القطاع الزراعي لكنها ورغم ما حققته على مستوى الدخل الوطني وإسهامها في دعم السوق المحلية إلا أنها تبقى وحيدة ويتيمة في بلد تموت فيه المشاريع الكبيرة ويتزعمه تجار الحرب عبد الرحمن أحد المزارعين في الجوف بجهود ذاتية حاول استصلاح هذه المناطق الزراعية التي تحولت إلى منتجة زراعيا في ظل غياب الجهد الحكومي والمنظماتي المهتم بقطاع الزراعة في هذه المحافظة على الجرادي قناة بلقيس الجو ترجمة نانسي قنقر